بسم الله الرحمن الرحيم نهارده هنكمل قصة كفاح شعب مصر هنكمل في الفيديو ده الفصل الرابع مصر الثائرة وهنشرح النهارده الجزء الثالث والأخير في هذا الفصل وهو المقاومة في الصعيد من أعداد أساز يسر محمد نجيب الكفاح في نجع البارود بينما يتوغل الفرنسيون في أرض مصر صارت سفرهم في نهر النيل باتجاه الصعيد حتى وصلت إلى قرية نجع البارود والموجودة حاليا جنوب قنة رأى أهل هذه البلدة سفن العدو وكان عددها 12 سفينة محملة بالزخيرة والأغزية غضب أهل هذه البلدة وثاروا واندفعوا نحو السفن اندفاع رجل واحد وهاجموا سفن العدو طيب إزاي هاجموا سفن العدو؟ نزل مجموعة منهم في ماء النيل سابحة نحو سفن العدو ووصلوا إليها وهجموا عليها واستولوا على ما فيها من ذخائر ثم استخدموا ما أخذوه من بنادق في مهاجمة الباخرة التي تحمل القائد الفرنسي والنتيجة لذلك الهجوم هو أنه جنحت السفينة إلى الشاطئ فتصاعدت صيحات الجماهير الغاضبة وتوالت طلقات الرصاص تصيب جسم السفينة كيف تصرف القائد الفرنسي؟ أشعل القائد الفرنسي النار في مغزن البارود ليه؟ علشان ما كانش عايز يسيب سفينته للثوار وتصاعدت ألسنة النيران في الجو نزل الثوار إلى ماء نهر النيل في أعقاب القائد الفرنسي فأدركه أحد الشباب الأشداء وهو يصارع الموج ثم حمله إلى الشاطئ وقد أنهكه الإعياء وفوق الشاطئ لفظ القائد الفرنسي أنفاسه الأخيرة انتقم الفرنسيون لمقتل هذا القائد في نجع بارود بتتالي هجماتهم على طول الطريق من أسوان إلى قوس وأخذت الثورات تغزو الصعيد كله الكفاح في أبنود أبنود دارت فيها معركة شديدة بين قوات الشعب والجنود الفرنسيين ودعا أحمد الأبنود أهل أبنود إلى الصمود ومقاومة العدو وسط المعركة التي دارت في بلدتهم قائلا لقد عزمت أن أثأر من هؤلاء الفرنسيين الذين نجاءوا لاغتصاب أرضنا وبلادنا حتى لو كان في ذلك موتي ونهايتي صافح أهل البلدة أحمد الأبنود وعاهدوه على المقاومة والكفاح خرج الأبنود ومن انضم إليه لمواجهة العدو القادم إليهم وأمسك كل منهم بمدفع حديث مما استولى عليه أهل الصعيد من الجنود الفرنسيين جاء الجنود الفرنسيون بجنود وعتاد كثير فتحصن الأبنودي وبعض رفاقه بموقع حصين بالبلدة كان الكلام ده في قصر مهجور لأحد المماليك وبمسجد قريب منه وراح أحمد الأبنودي ورفاقه يطلقون النار على العدو القادم نحوهم طيب كيف رد العدو على هذا الهجوم أشعل النار في مساكن البلدة فأصبحت كتلة نيران ودخان ظل الأبنودي قوم ساعة بعد ساعة وسط النيران والدخان وبعد فترة غير قصيرة أخذت قوى الفرنسيين تخور وتكفوا مدافعهم عن الضرب ويشرعون في الانسحاب وقبل الانسحاب أشعلوا بعض الفتائل وألقوها على القصر والمسجد نصب الفرنسيون مدافع جديدة وشرعوا يشنون حربا طاحنة على الشعب وأمام جاهزية هذه المدافع لم يتمكن الأهالي من الصمود أمامها طويلا أحدثت طلقات ثغرات في المسجد والقصر فتسرب منها جنود الفرنسيين إلى الداخل واشتدت دهشتهم بعدما وجدوا أنفسهم محصورين بستار من الدخان أعمى أبصارهم وأذهل عقولهم ونتيجة لذلك أغشي عليهم وتساقطوا على الأرض كوراق الخريف صعد الأبنودي إلى المئذنة وبيده مدفعه والنيران محيطة به من كل جانب وأخذ يرسل الطلقات بعد الطلقات وهو يكبر الله أكبر الله أكبر حتى انقض النهار وهو معلق فوق المئذنة وهو يسجد الضربات على الفرنسيين وعندما حل الليل تسلل من المسجد بعد ارتداء ملابس أخرى وترك السابقة في المئذنة في الصباح التالي خيل لأحد الجنود الفرنسيين أن أحمد الأبنودي واقف في المئذنة لا يتحرك فوجد في نفسه الشجاعة للصعود إلى المئذنة للقبض عليه واشتد دهشته عندما أدرك أن هذه ثياب أحمد الأبنودي وأن أحمد الأبنودي قد انسحب وهنا ينتهي الفصل الرابع بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة